مرحبا بكم مشاهدين الكرام في موعد نرشتكم الجودة لتطلع لكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي إذن درجة حرارة جد عالية سخانة تبقى في الموعد هذا حسب آخر النماذج حسب مصلحة الأرصاد الجودة إن شاء الله درجة حرارة تبقى جد عالية خاصة على الولايات الصحراوية ولاية الداخلية حتى ولاية الهضاب العليا هنا على هذه الولايات درجة حرارة تفوق 40 درجة مئوية بالنسبة الولايات الصحراوية كذلك درجة حرارة جد عالية سخانة ستكون في الموعد درجة الحرارة إن شاء الله على الولايات الصحراوية ستفوق 47 درجة مئوية تحت الضل إذن موجة الحرارة ستستمر حتى نهار اليوم إن شاء الله الخميس كل عادة مشاهدين الكرام دوهد ورقة الجودة من هذا الشاطئ الجميل الشاطئ الدواء المتواجد بمستغانم أكيد هذا من بين إذن المناظر الجميلة والشواطئ الجميلة الموجودة ببلادنا اليوم اخترنا لكم هذا الشاطئ الجد رائع وجميل نصحكم أنكم تزوروا هذه المنطقة بنسبة الوضعية المرتقبة إن شاء الله مشاهدين الكرام اللحظوا بأن الرطوبة رح تكون عالية الرطوبة تبقى إذن حضرة للأسف على أغلبية سواحل الوسطى الشرقية الغربية كذلك الصفاء رح يعم على أغلبية سواحل الوسطى الداخلية وولايات الهضاب العليا بعد الصحوب الكاتفات لاشا تدريجيا على شمال الصحراء يعم الصفاء على بقية الولايات الصحراوية زواب عملية نشطة مشاهدين إذن عليكم بالتوخي الحيطة والحذر على غردية الزلفانة بردين وجنت كذلك لأنه هذا الرياح بطبيعة الحرارة تأثر على الرؤية الأفقية أما عن درجات الحرارة كما سبق وذكرنا هذه الكوتا الهوائية السخنة رح تبقى منتمركزة على أغلبية الولايات خاصة الداخلية والصحراوية نسجلوا مقياس 40 درجة مئوية على قسنطينا، تيسمسيد، سطيف، باتنا، خنشلة، آريس، عينازال، عين أرنت، راسلواد كذلك 42 درجة مئوية على البويرة، نسجلوها على شلف، سعيدة، غليزان، 42 درجة مئوية على الجلفة، على البيض، مشرية، معامة، على لغواط، تيارة كذلك من 30 حتى 33 درجة مئوية على سواحي وسط جزائر، بومردستي، بازا، زيرالدا، نسجلو كذلك نفس المقياس بعض الظاهرة رح ترتفع درجات الحرارة حتى 3 درجة مئوية على عنابة، طارف سكيدا القالة 27 حتى 30 درجة مئوية نسجلوها على وهرن، 47 درجة مئوية تحت الظل على غردايا، زلفانة، بريان، نفس المقياس حتى الخط الرابط مع ورقلاتوغورت، حسيم سعود وحسي بركين 47 درجة مئوية تحت الظل على وسط الصحراء، عين الصالح، وكذلك نسجلو 47 درجة مئوية تحت الظل على ميع باسين دوفتة بالبالة وإذن هنا درجة حرارة كما سبق وذكرنا رح تكون جد عالية خاصة بعض الظاهرة نحن في كل مرة نقول للمشاهد الكريم خاصة هذه الفترة بين بعض الظاهرة وفترة الظروة نقول لها عليكم توخي الحيطة والحذر لأنه درجة حرارة جد عالية خاصة الأطفال الصغار وأصحاب الأمراض المزمينة إذن هل البحر؟ ليحب بلدان وجهتها عودة تكون البحر إن شاء الله نقول لكم البحر الشباب خاصة على سواحل عوانة تنس دلس والسواحل الغربية قريء اترب نوعاً مع السواحل الشرقية مع اتجاهة الرياح المختلفة على السواحل الشرقية نشرح تكون شمالية تماماً إذن جنوبية غربية على سواحل العوانة حتى تنس دلس ترجع شمالية تماماً وهذا على سواحل الغربية سواحل لمرصة بالنهيدي مشاهدين الكرام هنا لحقنا الختام موعد النشرة الجوية إذن لنهار اليوم نختمها بموعدكم الفلكي إذن الغروب على الساعة الثامنة وخمس دقائق مساء إذن مشاهدين الكرام نقولكم أكيد استمتعوا بهذه الأجواء الصيفية وهذا البحر الجميل لنهار اليوم وأكيد لمزيد من المعلومات مع لكم غير تزوروا مواقع قناتكم قناة الوطنيا تيفي أكيد لها خدمت في خدمتكم تماما لكم تشاهدوا فينا متابعة شيقة مع بقية برامجنا بقى على خير تلافرحتكم